موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اليوم معي في قناة حلويات ناجية اليوم شاء الله سأجدكم فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ملعه بغيت تشارك معكم واحدة التحلية رمضانية اللي بسهلة وبسيطة وسريعة في التحضير يعني ما كياخدش الوقت ديلها كتر من 15 دقيقة أو 10 دقائق هاد التحلية هدي صراحة كتجي بنينة بزيف وكتجي رائعة في المعدلقة ديلها وتعشقوها الناس الكبار بصراحة قبل الصغار لهذا بغيت نشاركها معاكم وأنا دائما تنزيرها في رمضان وقلت علاش لله ما شاركش معاكم هاد التحلية هدي قد نخليكم معاكم في الفيديو حتى الأخر وشوفوا معاكم المقادر التي نحتاج وطريقة لتحضير هذه التحلية هدي دوزو ان شاء الله الفيديو قد نحتاج واحد نص سيترو ديال الحليب قد نحتاج جوج ديال ضانون ديال ضانيت بنكهة الكغاميل قد نحتاج كذلك الميزينة ونحتاج سكر سانيد قد نحتاج تقريبا جوج معا القونس ديال الميزينة كبار وإذا أردتكم معاكم قد اكتر تقدروا تصدروا ثلاثة المعالق انا كتافيت بجوج معا القونس قد نحتاج جوج معا القونس سكر سانيدة معا كبيرة لا نكتر من السكر بحيث عن دانيت ديال كغاميل ديجا هو راحله قد نخلط مزيان ديال الحليب والسكر قد نتقر من السكر للسكر قد نضيف هذه الدانيت بنكهة الكغاميل قد نعطي واحد الماداك في سراحه رائع جدا قد يجيزLa غزال بهذا النكهة الكغاميل قد ندخلط هذه المكونات كلهم قد نحاول أن نخلط التشكل ونرى يكون الشكل الدياله سوف نأخذ الكاثرونة و نضع رفق العافية و نحركها مرة مرة نحركها حتى نحس بأنها وصلت لغاليا لذلك الساعة لم نقف على التحريك لذلك الساعة نحرك حتى كنت تعقاد لها لتحلية هذه حتى كنت تعقاد كما اشتوا معي هي بدأتك تعقاد لبراع صفحة عقدة سوف نأخذها و نخلطها جيدا و نخلطها جيدا و نأخذ الكاري و لا تقدروا تستعملوا أي جبناء لديكم في البيت تستعملوا معها و نخلطها جيدا بالميكسوغ و نحاول نخلط الكاري و نخلطهم جيدا و هم بقي سخون و نعطيها ماداق رائع و نعطيها ماداق بنين في صراحة و انا بغيت تحلية على شكل كريمي من بعض سوف نأخذ القطو و نأخذ زليفة و الكيثان سوف نأخذ هذا سنيكر الذي يوجد محشي بالكوكا و الكاراميل سوف نأخذها و نضيف الزليفة و نضيفه و نضيفه و نضيفه و لا يكتر من السكر سنيكر مع تحلية سفق سوف نضيفه و نضيفه و نضيفه و يحدث فقوم بسجولة و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه نحاول ان نتخلص من هذه الفقاعات في وجههم حتى اضحناه هذا كشدار الفقاعات ويكرر مش مشكل وده سنتدخلها للثلاجة حتى تبرد ونطلقها معكم من بعد ان شاء الله من بعد ما بردت هذه التحلية وخرجتها من الثلاجة وصبحت عقدة ونطلقها مع السيقاغ وشوكولة ونطلقها مع الكاكاو والشوكولات هذه التحلية رائعة ونعيشها بما اننا في شهر رمضان ونطلقها في سحور دينا ونطلقها رائعة ونطلقها بالنسبة للناس الذين يريدون تحلية الكراميل هذه تحلية سريعة وكتجيبنينا بزف ونتمنى هات الفيديو يعجبكم ونطلقها وكذلك للايك وده نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واردمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة